السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن بطن الحامل الصغيرة هل صغر حجم البطن في الشهور الاخيرة للحمل يدعو للقلق؟ في كلمة واحدة لا لا يوجد اي تأثير لصغر حجم البطن في اي مرحلة من الحمل طالما يطمئنك طبيبك على حجم الطفل عند اجراء الصنار خلال زيارات المتابعة الدورية في اثناء فترة الحمل فالواقع انه لتوجد قياسات معينة تدل على مناسبة حجم البطن لمدة الحمل فكل حمل لكل سيدة هو حالة خاصة ومنفردة ولكن يمكن القول ان هناك بعض العوامل التي تتحكم في حجم بطن الام الحامل واذا احس الطبيب في اي مرحلة من الحمل بالقلق لصغر حجم البطن او بارتباط ذلك بتباطئ في النمو الجنين فغالبا ما سيطلب الطبيب منك اجراء بعض الفحوصات والتحاليل للتأكد من سلامة الجنين ثانيا اليكم بعض العوامل التي تتحكم في حجم بطن الحامل واحد ترتيب الحامل الحامل الاول يحمل دائما احتمال صغر حجم البطن نتيجة لقوة عضلات البطن التي لم تتمدد في حامل سابق اتنين عدد الاجنة الحامل في توأم يحمل امكانية زيادة حجم بطن الام ثلاثة كمية السائل الامينوسي اربعة وضع الطفل احيانا يتغير شكل بطن الام وحجمها مع تغير وضع الطفل داخل الرحل خمسة طول الام فالام الطويلة يتمتع طفلها بامكانية النمو للأعلى وليس للامام كما يقلل من بروز البطن في نهاية الفيديو ننوه ان المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني ابدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت تدعموا بلايك وكممنت وشاركوا في الفيديو مع اصدقائكم وتشاركوا معنا في القناة تنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ